حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا اليوم الأطراف اللبنانية على السماح بإجراء تحقيق نزيه وشفاف انفجار مرفاء بيروت والامتناع عن كل أعمال التدخل وعبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبعثتان السويسرية والنروجية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في لبنان وجددت الدعوة إلى مجلس النواب اللبناني للإصراع في انتخاب رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية اشتركوا في القناة